موسيقى لقاءنا نعقد لقاءنا تواصليا مع الجماهي الرجابية مع محبي نادي الرجاء الريادي مع وزع الإعلام من خارطين كذلك في البداية سنة هجرية سعيدة 1445 بالصحة والسلامة للشعب المغربي وللجميع قبل الحديد عن المستجدات الأخيرة والتطورات وما يعيش نادي الرجاء الريادي منذ قدوم المكتب المديري الجديد أود في الأول على أنني نتكلم عن الأحداث الأخيرة دي المقابلة دي نادي الرجاء الريادي والنهضة البركانية في الأول نعني النهضة البركانية على الفوس بكأس العرش أما فيما يخص الأحداث فنادي الرجاء الرياضي ومسؤوله وكل مكوناته يعني ندين ممارسات اللامس أولى من الأشخاص المدسوسة وعندما نقول مدسوسة فإننا نعرف الجمهور النادي الرجاء الرياضي الجمهور الوطني الجمهور الغيور على الكرة المغربية وعلى الراية الوطنية الناس المدسوسة أو الأشخاص المدسوسة وسط الجماهير الهدف ديالة كان هو خلق الفتنة وخلق البلبلة وكذلك إعطاء واحد صورة غير مشرفة للجماهير الرجاوية وبالتالي إحنا يعني كنادي يعني مسائل على أننا يعني كنقوله على أن يجب احترام القانون ويجب احترام كذلك المؤسسات وعندما نقول مؤسسات نخص بالذكر الجامعة الملكية المغربية والرئيس الجامعة الملكية وأعضاء الجامعة الملكية المغربية كورة القدم احنا كنا نعرف بأن الدور كبير اللي لعباته الجامعة واللي لعبوا فوزي القجاع في تطوير كورة القدم المغربية في تطوير الأندية المغربية ما جاء به منذ انتخابه إلى اليوم فهو شيء يشرف آخرها الانتصار في الكاف والانتخابات الأخيرة وبالتالي فنحن نكونوا جاحفين ونكونوا نتكلموا بأشياء يعني غير صحيحة وغير موجودة خصوصا أن جماهير أو بعض الناس أو بعض المكونات في نادي الرجاء الريادي دائما تتكلم على المظلومية ودائما تتكلم على أن هناك أشياء تحاك ضد نادي الرجاء الريادي نادي الرجاء الريادي إحنا إذا كنا نهازمنا في مناسبات أو في مقابلات فيجب تحمل المسؤولية كمسؤولين كلاعبين كطاقم تقني ونقولوا إحنا نهازمنا بكل روح ريادية اليوم نادي الرجاء الريادي بمقوناتها وعيدها وكرورها يجب احترام القانون يجب احترام مؤسسات أما التصرفات الغير مسؤولة أو المساء أو الشغب فهذا لا يمتو بالريادية ولا يمتو بالروح الريادية بصفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر